السلام عليكم فترة فاتت طبعا ما كنتش معمل اي فيديوهات وكنت مقطعا على السوشال ميديا شوية ولكن يعني قلت انقطع لاني بانشغل شديد ولكن حصلت حاجة من اهم الحاجات يعني كنت عايز اعملها فوتا ولكن الاسف برضو من ضغط ما قدرتش اعمله وهي طفان الاقصى واحدة من اكبر الحاجات المؤسرة في التاريخ للفترة جاية ان شاء الله حاجة من الحاجات اللي كانت فعلا لازم تحصل من زمان حاجة توريك قد ايه ان هم اضعف مما هم بيقولوا بشكل كبير جدا يعني احنا لما فعلا بنخطط ونضع خطة وكلام ده هم اضعف بكتير اوي 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 مما يعني حد يتكلم ولكن المشكلة دلوقتي مش في كده المشكلة في الرد الفعل بتاعهم الفكرة كلهم ان هو دلوقتي ان احنا بقينا بقينا منشوفها خلاص كان ايام زمان كنا احنا منقول ان الغرب بيكلم ان احنا يا جماعة لا بلاش والسلام وكلام ده وهم اساسا اساس الفتن واساس الضمار اللي حصل في العالم كله بشكل كبير وحاجات كتيرة سيئة ودلوقتي يجايين يقولوا لا يبالاش يا جماعة تعملوا وحمس وحشة واللي عملوا وحش هو مين الوحش هو المفروض ان انا يعني تتبحني واسكتلك مرفصة حتى اللي بيحصل للشعب الفلسطيني يوميا ما هو الا تدمير تلاقي ناس دلوقتي تقولك لا اصلا هم بيقتلوا المستوطنين واللي هم مدنيين حب اقولك ان الدولة العبرية ما هي الا دولة عسكرية عسكرية دينية بالمناسبة مش دولة يعني بس كده مش بدعوا لقتلهم كلهم لا بس عشان بس الناس ما تبررش تقولك لا اصلا هم لي موت مستوطنين هو في الاساس اساسا ما فيش جسد واحد بس كده ايه قالك ان هو ده مستوطن ولا زي دلوقتي بيقولوا ان هم كانوا بيصبحوا اطفال واطعوا رؤوس اطفال يعني اللي هو يعني انا عايز اقولك ان هم دايما في ثقافتهم اللي ما يتسموش او في دعايتهم ان هم يقولك جيب لك قصة ويعمل لك دي حاجة جزئية في الماركتينج اللي هو يقولك لو سمعت رقم الف مات فانت ما تتعطفش معها لكن لو انت سمعت شخص سين او قصة حياته قد اين هو عانى لما الشخص ده مات ومش عارف ايه بتتعاطف معه هنا بقى انت ما شفتش حاجة يعني انت بتسمح حكايات بس لكن انت ما شفتش حاجة يعني دايما كان يجب لك ساروخ وقع في بيت وقد اين ومش عارف ايه وضمر قد ايه ومش عارف ايه وفي الغارب اساسا مفيش حد كان مات بس هو يعمل لك قصة كده لكن احنا هنا بنشوف يوميا قد اين ناس بيموتوا من غزة وشوفنا قد اين ناس كانوا داعمين للي ما يتسموش شيروا صور للفلسطينيين على اساس ان هم يعني ايه احنا متعاطفين مع اللي متسموش وشوفوا بيعملوا ضمر ايه وبعدين اكتشفوا ان الصور دلت وفلسطينيين في يوم شيرين الصور بعد كده احنا في الفترة دي بيباني الحق بشكل اكبر وبيباني بشكل اكبر اتجاههم واتجاههم طول الوقت ضد المسلمين والعرب وزي ما قالها في ناس فسطهم قالوا لهم انتو متقولوش بقى ان انتو ضد حماس ومش عارف ايه لا انتو ضد العرب اللي اتمناه في اليومين دولت ان احنا نشوف حركة مختلفة من القيادات العربية والاسلامية للأسف شفت ممثلة يعني كانت ايه بحية ايام زمان ده يعني نشرت وقالت اللي هما ما قدلوهوش للأسف شفت من الرؤوساء عرب ومسلمين بيتعاطفوا مع الجانب التاني اللي هو جانب اساسا المفروض ما كانش يبقى موجود ما هو الا اساسا سرطان فيا جماعة يا جماعة ده وقت فعلا هيكتب في التاريخ اللي الحرجة اللي حصلت دي هيتكتب في التاريخ اللي حصل النهاردة ده او الفترة اللي فاتت ده فعلا هيكتب في التاريخ هيكتب مين اللي وقف مع الناس دي ومين اللي وقفش معهم مين اللي كان راجل ومين اللي ما كانش راجل هيكتب مين اللي كان خاين ومين اللي ما كانش خاين وفي يومها ده هيكتب في التاريخ ولكن عند ربنا بقى اكيد الحساب الأكبر يا ريت نقف من جنبهم ونقول لهم احنا انتوا رجالة وعملتوا يعني الرجالة على موضة ممكن نقول من بعد تلاتة وسبعين ما حصلش تمام? اه فعمم انتو رجالة. وفعلا انتو اكتر ناس اكتر ناس اهل غزة. اه يعني اللي هيطلع منكو يعني الجيل اللي طالع فعلا جيل رجالة. اه وهم متخيل ان هما في الفترة اللي جاية هو لا هيقوت العالم اسلامي. ان هما فعلا عملوا ما حدش هتخيله. وهم اللي صبروا على ابتلاء ما حد الصبر عليه. اه تخيل كده ان انت في مكان مقفول عليك وبمحبوس يعني احنا اه ممكن الشعوب العربية كلها فيها مختلفة فيه شعوب عايشة فيه فقر مطقع فيه فيه اللي عايشين في غنى. فيه اللي مش عارف ايه. فيه ممكن الناس ما عندهمش رأة سياسية. فيه ناس اللي ما عندهمش ايه. بعيدا عن الكلام ده كله. تمام? ولكن اختلاف الوضع وفيه الناس ممكن في دول العربية زي السودان والكلام ده متبهدرين بقى لهم كتير. ولكن مش عايشين في معتقل كبير زي اللي عايشين وسواء في غزة او في الضفة. ربنا اعينكم يا رب. وان شاء الله النصر هيجي. طولت في الفيديو ده. اشوفكم على الفيديو جاي ان شاء الله. السلام.